دكتور أحمد يوسف يعني حضرتك لما بتكتب على الحرب الحالية في أوكرانيا والناس بتقرأ وعموم الناس دلوقتي بقالها رد فعل عن ما يحدث أنا بلاحظة حاجة ما عرفش حضرتك تتفق معي فيها ولا لا يعني عموم الناس حالياً افتكروا كيف كان هناك غزو أمريكي للعراق وبدون سبب ولي أفغانستان وما حدث في سوريا في فترة من الفترات وهذا الهجوم الغربي مثلاً في ليبيا الشعور العام للناس أصبح ضد ما يحدث من الغرب حتك موافقني في ده آه الحقيقة هذا الانطباع صحيح نحن الآن لا نقول هل هذا صواب أم خطأ لكنه كان طباع صحيح ولا تنسي حضرتك أننا بنكلم بمصطلح اسمه الرأي العام يعني ليس من الضرورة أن يكون هذا رأيي الكافة لكني مثلك تماماً لاحظت هذا الانطباع عربياً ومصرياً وده المفارقة أنه مع أننا لا يمكن أن نختلف أن عملاً عسكرياً كالذي قام به الرئيس بوتين تجاه أوكرانيا لا يمكن أن يكون مبرراً قانونياً لكنه بالتأكيد وهذه قصة أخرى مبرر من وجهة نظر الأمن الروسي إنما نحن نتكلم عن حالة سميها مثلاً غزو عسكري لدولة المفروض أنها مستقلة وعضو في الأمم المتحدة المفارقة أنه إحنا كمنطقة عربية بصفة عامة بما فينا مصر عانينا كثيراً من مثل هذه التصرفات زي ما حضرتك تفضلتي غزو أمريكي للعراق عمليات لا تنتهي من إسرائيل تجاه خصومها الهجمات الإسرائيلية على ما تعتقد أن قوات إيرانية في سوريا وعالمياً نفس الظاهرة وعادة ما يسحبها مباركة من الغرب بالضبط أو على الأقل تبرير يعني شوفي حضرتك السرعة التي قيل أن المحكمة الجنائية الدولية هتبحث فيها في ما يسمى بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا مع أنه الروس من جانبهم بيتهموا أوكرانيا أنها كانت بتمارس نفس الجرائم تجاه الأقليات الروسية في أوكرانيا فشوفي حضرتك السرعة التي بيتم بيها التحقيق وأنه يعني بتحفى أقدام الأمم المتحدة عشان بس إسرائيل تستقبل لجنة لتقصي الحقائق فالناس يعني مثلاً أمريكا كي كما تفضلت حضرتك غزة العراق بكذبة أن في أسلحة دمار شامل وفعلت في العراق ما فعلت وفككت الدولة وداعش ظهر وإلى خيره لم يرتفع صوت واحد يقول أقصد صوت رسمي لأن طبعاً الضمير العالمي كان موجود وأدان وإلى آخره العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فكان الإحساس أنه يعني لماذا هذا التمييز في المعاملة يعني نحن عندما نضرب لا أحد يتكلم لكن عندما تضرب أوكرانيا العالم كله يقف على ساق واحدة وزاد الطيم بلا بقى موضوع التمييز في معاملة اللاجئين الذين خرجوا من أوكرانيا أنه يعني إذا كنتم بيض يبقى ممتاز أنتوا تشبهونا وبتركبوا سيارات مثلنا وبشرتكم مثلنا إلى أخير لكن إذا كنتوا طلاب أفارقة أو عرب وشكلكم مختلف عن شكلنا فيعني إركنوا بقى على جامل فهذا أوجد يعني فعلا انطباعا نستطيع أن نقول أنه مواتن لروسيا ورئيسها وأنا بس بأؤكد أنه لازم ندقق أنه يعني اعتراضنا على المعايير المزدوجة للغرب لا يجب أن يعني يجعلنا نخلط في الأمور إنما حقيقي الانطباع اللي حضرتك قلتين